ركو للخبر احنا نبارح طبعا في حلقتنا تناولنا بشكل كبير جدا الموقف الخاص بمشروع قانون السلطة القضائية وعرضنا على حضراتك وجهتي النظر سواء من جانب القضاء او من جانب مقدم هذا المشروع السيد احمد حلم الشريف وكيل اللجنة التشرعية بمجلس الشعب وبعد الحلقة الحقيقة جات لي ردود فعل واسعة وتابعت صفحات القضاء اللي بتشير بشكل كبير جدا الى غضب كبير من هذا المشروع وعدم موافقة عليه ده دفعنا الحقيقة كأسرة برنامج ان احنا نبص في المواد الحاكمة في هذا الدستور لطبيعة العلاقة بين السلطات والكلام ده الحقيقة مش كلام من باب انه هو كلام في السياسة او تنظير لا احنا كمجتمع لازم عشان نبقى فاهمين كل واحد فينا حقوقه واجباته العلاقة بين السلطات عايزين نفهم ارجو ان زميلي يجبوا لي عدد من هذه المواد طبعا انا استعرضت مع حضراتكم بارح المادة الخاصة بـ 185 في الدستور الخاصة بان صحيح ان مجلس النواب هو اللي بيضع التشريعات اللازمة لكن يؤخذ رأي السلطات الهيئات القضائية في هذه التشريعات وستاذ حلم الشريف قال لي يؤخذ رأيها وهذا لا يعني ان هذا الامر الزامن الحقيقة ان منطقيا وده قالوا ناس كتير جدا من اساتيسة القانون الدستوري ما هو لو ما كانش الزامن ما كانش تحط في الدستور اصلا ما هو الدستور بتحط فيه الحاجات الالزامية فهو الزامن ان يتم اخذ رأي هذه الهيئات قالوا ان احنا ارسلنا الى الهيئات والهيئات قالت مش عجبنا بس ما بعثت لناش مقترحات او تصورات الحقيقة ان في مواد تحكم العلاقة ما بين السلطات الثلاثة والوضع على فكرة بيصير تساؤلات كبيرة جدا جدا فيه ناس بتقولك يعني مش معقول يا جماعة يعني ايه اللي هنستفيدوا من وجود حالة من الصراعات بين السلطات الثلاثة الآن والحقيقة ان رغم هذا المشروع بشكل واضح جدا ربما من وجهة نظر البعض يريد ان يجعل لي السلطة التنفيذية يد او ومود فيه اختيار رؤساء الهيئات الا ان الموضوع صعب للغاية يعني احنا لو مشينا طبعا برحل استاذ اوسامة هيكل قال يا جماعة الموضوع احيلة الى مجلس الدولة وبالتالي هو هيبت في الموضوع هيقول كويس ولا وحش الحقيقة ان فيه فرق كبير بان مجلس الدولة يابت في مشروع القانون بعد الانتهاء منهم وان يتم اخذ رأي هذه الهيئات في القانون قبل الموافقة عليه دي اول نقطة لكن انا هفترض ان مجلس الدولة ارسل اراءه في هذا الامر وبالتأكيد هتكون بالتحفظ على عدم دستورية هذا القانون لانه مخالف لمبدأ استقلال بالسلطات هيبقى الموقف ايه لو راح هذا القانون لسيادة الرئيس عفتاح السيزي يعني الحقيقة احنا هنضع الرئيس في موقف صعب للغاية بين خيارين كلاهما صعب لا اما الرئيس يوافق على مشروع القانون اللي عمله البرلمان واللي هو بيخلي الرئيس يختار ما بين الترشيحات الخاصة برؤساء الهيئات وهنا هيبقى يتقال لك السلطة التنفيذية صممت ان هي تحط ايدها في الموضوع ولو الرئيس يعني تعاطف وتفهم ووافق واتخذ موقف مساند للقضاء هيبقى البرلمان في موقف صعب ليه هذه الخيارات الصعبة وما هي الضرورة الكبيرة يعني انا افهم ان هما يعملوا اصلاح في قانون السلطة القضائية عشان يعملوا العدالة الناجزة عشان يصرعوا البطء الشديد في اجراءات التقاضي وهو ده قلب العدالة يعني البرلمان مفروض يكون منحاز لفكرة ان العدالة لازم تتحقق بسرعة ايه التباطق في الاجراءات ده احنا لازم نقضي على هذه الحالة من التباطق ونعمل عدالة نان كده يقوم الاعلام والشارع ولك الله ده ناس والله العظيم يعني قطر خالهم بيعملوا المصلحات لكن نسيب كل ده ونشوف الطريقة اللي هيتم بيها اختيار رؤساء الهيئات القضائية ويبقى ده همنا طيب معنا مين يا جبا